شفنا بعض اللقطات للعيب النادي الاهلي ده بعد التناول الوجب للغداء ودخلين دوقتي على المحاضرة شافين كل الوشوش مركزة كل التوفيق لعيبة النادي الاهلي النهاردة طبعا شفنا عودة يعني وسامة ابو علي اشرف دالي رعيب مهم جدا لو داخل في تشكيلة النادي الاهلي وبدأ ياخد الفترة اللي جاية هيكون مكسب واضافة كبيرة للنادي الاهلي لكن من المؤكد انها النهاردة هتكون مباراة صعبة زي ما قال زميلنا كريم احمد النهاردة درجة الحرارة مرتفعة فرق جنوب افريقيا سواء سانداونز اورلاندو بيلعبوا كل مبارايتهم بالليل ساعة ستة وساعة تمانية مساء لكن بيجوا عند مباراية النادي الاهلي ودائما بيغيروا موعد المباراة بيخلوها ساعة ثلاثة عصن علشان عارفين ان النادي الاهلي كل مبارايته في الدور المصري بتكون الساعة بالليل مساء لكن هما بيغيروا توقيت المباراة خصوصا عشان النادي الاهلي لكن كل الوشوش مركزة شايفين وسامة بوعالي النهاردة عاود الطهر بعد غيابه عن مباراة الدور الأخيرة حصوله على ثلاثة نظارات النهاردة يكون متواجد بإذن الله وسامة بوعالي واحد من الهدفين احمد نبيل كوكا كمان بنقول له الف سلامة زي ما قال زميلنا كريم احمد يعني كان عنده نزلة برد جديدة لكن هنشوف هل هو موجود في تشكيلة المباراة موجود على دكة البدلاء ده لسه لا يحسمه ميستر كولر لكن كل لعبة النادي الاهلي جاهزة ها شايفين احمد نبيل كوكا طبعا تغيير الجو انت هنا في مصر الجو برد بتروح في افريقيا تلعب في جو حر وطوبة عالية تغيير درجات الحرارة ده ممكن يعني يعرض بعض اللاعبين لنزلة البرد لكن لعبة النادي الاهلي كلها موجودة وكلها مستعدة ومقدرة اهمية المباراة النهاردة اللعبة عايزة تصالح جمهورها بعد المباراة الاخيرة في بطولة الدوري الممتاز شفنا الاداء وشفنا النادي الاهلي بيفقد نقطتين مهمين جدا في بطولة الدوري دي المباراة بعد بطولة الدوري اتمنى النهاردة يكون فيه روح عالية جدا من كل اللاعبة البداية مهمة جدا التركيز تقارب الخطوط انت بتلاعب فرقة المباراة السابقة لعبة امام شباب والازداد وكس بتخارج ملعبها 2-1 فانت النهاردة بتلاعب فريق عنيد فريق كبير فريق يعني صعب المباراة مش هتكون بالسهولة واحنا عارفين مميزات الكرة الجنوب افريقية كرة هجومية كرة بتمتاز بالمهارة بتمتاز بالسرعة طبعا تواجد الكابتن حسام غالي رئيس بعفة النادي الاهلي وعود مجزارة النادي الاهلي موجود بيساهل كل العقبات اي امور ادارية هناك متواجد ودور مهمة مع الفريق ودايما تواصله مع الكابتن محمود الخطيب بنقله دايما الصورة ولعبة النادي الاهلي ودايما بتطمنه اول باول الكل شغال هناك على قدم وثاق يعني يتبقى توفيه ربنا ان شاء الله تكون النهاردة مباراة مهمة يعني النهاردة لما بتكسب خارج ملعبك بتدي رسالة مهمة لكل الفرق تا عندك 3 نقاط وايضا اورلندو عنده 3 نقاط من اول مباراة في المجموعة ثاني مباراة اهمية انك بتلعب خارج ملعبك قدام فريق بنفسك قدام فريق بنفسك فانت رسالة مهمة تؤدي اداء جيد العرض يليق باسم الاهلي وكمان النتيجة ان شاء الله بإذن الله تكون في صالح فريق النادي الاهلي